موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا وآراء تأتيكم من قناة الحوار في لندن سنتناول في حلقة اليوم مختلف الأراء حول التوجهات السياسة التركية الخارجية وعلاقتها بالصراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط حيث تعتبر تركيا أحد أهم الدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وترتبط بعلاقات تأريخية مركبة مع دول المنطقة العربية وإيران وقد شهدت هذه العلاقات شدا وجذبا وتراوحت بين الصراع في بعض الأحيان والارتباط العضوي عبر دولة الخلافة في أحيان أخرى ثم بدأت هذه العلاقة بالتغير التدريجي إلى أن وصلت إلى حالة تشبه القطيعة بين تركيا ومحيطها التاريخي في شرق العربي بعد انهيار الخلافة لكن السياسة التركية التي طالما اتجهت للغرب بعيدا عن عمقها التاريخي في المشرق الإسلامي شهدت تحولا بارزا مع وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002 فقد أصبح واضحا للمراقبين أن تركيا بدأت تبحث عن دور سياسي في الشرق وأنها قررت إنهاء القطيعة مع دول المنطقة وخصوصا بعد إعادة انتخاب الحزب بأغلبية ساحقة في العام 2007 فما هي الدوافع الحقيقية للسياسة التركية الجديدة في المنطقة وهل تيقظت تركيا أخيرا لعمقها العربي الإسلامي أم أنها تحاول توسيع نفوذها في منطقة غاب تأثير العربي فيها لمناقشة هذا الموضوع والإضاءة على هذه التساؤلات وغيرها فيما يتعلق بتحولات السياسة التركية الخارجية يسعدني أن يكون معنا في الأستوديو دكتور بشير نافع المحل الأسياسي والباحث في التاريخ الحديث والأستاذ هاشم شبيب الباحث في الشؤون التركية وسينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف عدد من المختصين مرحبا بضيوفي الكرام جميعا لو بدأت معك أستاذ بشير كيف توصف الدور التركي الآن مع الشرق الأوسط كمدخل هذا دور نشط أولا هذا دور يتحرك وخلفه رؤية فهو ليس دورا أو ليس تحركا عشوائيا يعني ثمت رؤية واضحة أعتقد رؤية استراتيجية واضحة خلف هذا التحرك النشط للدولة التركية وهو دور أعتقد لا بد أن يترك أثار تاريخية أثار كبرى على وضع تركيا الداخلي وعلى المنطقة ككل طيب تقصد أن هذا التحرك له مبدأ داخلي وخارجي ربما يتعلق بدور إقليمي خارجي وأكثر نصودا ودور داخلي يتعلق بشعبية الحزب مع حزاب أخرى لا أقصد أولا يعني هناك بعض الأساطير دعني أقول ملاحظة أولى التي علقت بقراءة تركيا في السنوات الأخيرة مثلا البعض يقول أن حزب العدال والتنمية أخرجت السياسة الخارجية التركية من العزلة إلى انفتاح هذا ليس صحيحا لأن السياسة الخارجية التركية لم تكن في عزلة في القرن العشرين ولكن السياسة الخارجية التركية كان لها توجه معين في فترة من الفترة كيف تفسر هذا الانفتاح النشط؟ ولكن الذي حدث منفجه حكومة العدل والتنمية إلى السلطة أن هناك منظور جديد دخل على سياسة الخارجية التركية هناك إطار جديد دخل على سياسة الخارجية التركية وهي فكرة أن تركيا ليست جسر بين الشرق والغرب ليست مجرد جسر بين الشرق والغرب بين أوروبا وبين وسط آسيا والشرق الأوسط أن تركيا ليست دولة مواجهة كما كان عليها الأمر في الحرب الباردة مع الركتل الشيعي والاتحاد السوفيتي أن تركيا دولة ذات عمق استراتيجي وهذا هو طبعا عنوان الكتاب الذي أصدره من عدة سنوات الدكتور أحمد أودغل وهو وزير خارجية الحالي وكان من قابل مستشارا لرئاسي الوزراء والوزارات الخارجية أن تركيا دولة ذات عمق استراتيجي أن تركيا دولة لا بد أن تضع تياستها الخارجية على أسس واعتبارات الجغرافية والتاريخ في وقت واحد بمعنى هذا الوجود في مركز محيط من البلقان شمال القوقاز وسط آسيا والمنطقة العربية جغرافيا لا بد أن تركيا تأخذ هذا في الاعتبار وتاريخيا لا بد أن تأخذ السياسة الخارجية في الاعتبار أن الجمهورية التركية لم تولد من فراغ أن الجمهورية التركية دولة ولدت من حاضنة خلال دولة عثمانية سلطنة إمبراطورية كبيرة وبالتالي فما ساهم به ميرات الإمبراطورية في تشكيل في سمات الهوية التركية لا بد أن يأخذ الاعتبار في السياسة الخارجية التركية بمعنى أن تركيا مسؤولة عن قطاع كبير من الدول التي كانت جزءا من الدول العثمانية أستاذ هاشم شبيب كانت لماسي سابق أنت كنت في تركيا أين تلتقي الايدولوجيا والمصلحة في السياسة التركية المتغيرة برأيك؟ الحقيقة العقدي الماضيين حدثت تغييرات كبيرة في العالم وتغيرت الكثير من القيم في العالم والاتجاهات والقوى ربما كان العرب آخر من تأثر بهذا التغيير ولكن تركيا كانت في مقدمة من تأثر بالتغيير واستفادة من التغيير تركيا كانت تمثل الجناح الجنوبي لحلف الناتو وكانت مرتبطة منذ الخمسينات ارتباطا حقيقيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تستقتل للانضمار بالاتحاد الأوروبي وكانت تدور في فرق العالم الغربي والأمريكي بعد التغييرات الأخيرة تجرت في العالم وهجرت في تركيا بالذات وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم الذي جاء يمثل فكرا تركيا جديدا من الخطأ أنه قلنا أنه فكرا أثمانيا لم يكن فكرا أثمانيا ولكنه فكرا تركيا جديد يمثل المصلحة التركية لتركيا الجديدة تركيا القوية تركيا الديمقراطية تركيا ذات الجيش الفاعل تركيا ذات السياسة المنطلقة من مصالحها ومصالح المنطقة من خطأ الحكومات السابقة كانت تنظر إلى المنطقة وكأنها غريبة عنها وهي تمثل الغرب أما الحكم الحالي يقول أننا نمثل فكرا جديدا ينبع من مصلحة تركيا ومصلحة تركيا أن تنظر إلى الشرق تنظر إلى العالم التركي القديم تنظر إلى حلفائها السابقين ترتبط ارتباطات تاريخية اقتصادية وحضارية وفكرية مع العالم العربي يجب أن لا نتخلى عن ذلك وعندما كانت الدولة العثمانية لها دور محدود أصبحت الدولة التركية الجديدة لها دور يفوق كثيرا أهمية الدولة العثمانية لأنها بدأت تعمل على بناء دور خاص لها بعيدا عن الحلقة المغلقة التي كانت تدور بها في الحلقة الأوروبية أستراتيجية الأمريكية كانت في فترة تعتمد على تركيا بشكل أو بآخر هل تعتبر أن ما يحدث الآن في تركيا في تغيرات في السياسة الخارجية لديها وانفتاحها على دول الشرق الأوسط سوريا الأردن الآن بدون تأشيرات قطر أيضا كلها تعتقد بأنها جاءت كرد فعل على تراجع أهميتها لدى الأمريكيين يعني هو أولا أنا لا أعتقد أن تركيا قد تراجعت أهميتها لدى الاستراتيجية الأمريكية أقصد لا لم تتراجع أهميتها لدى الأمريكيين ولدى الغرب نتيجة لأنه هذه دولة رئيسية في المنطقة وهذه منطقة بألغة الإضطراب وبالتالي أن يكون لك صديق بحجم تركيا فهذا يكون لك حليف بحجم تركيا فهذا أمر أمر يعني إيجابي وبالغ الأهمية بالنسبة للسياسة الأمريكية ورأينا طبعا بعد فترة من الإضطراب والمشاكل في العلاقات الأمريكية التركية في أثناء ولاية الرئيس بوش رأينا كيف أن إدارة أوباما بدأت تعيد النظر في هذه العلاقة تعيد الاعتبار لهذه العلاقة واحدة الزيارات المبكرة للمنطقة التي قام بها الرئيس أوباما قام بها إلى تركيا هذا أمر يعني لا ينبغي لا ينبغي التضخيم والمبالغة في حجم المشاكل أو الاختلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ولكن هناك بلا شك يعني السياسة التركية الجديدة وهذا الشطر الأول من سؤالك هي هذه السياسة نبعت من جذل كبير وقع بعد انتهاء الحرب البالدة يعني عقد التسعينات كان فيه هناك حالة من فقدان البوصلة في السياسة الخارجية التركية بالرغم من الفترة القصيرة جاء بها أربكان إلى السلطة وحاول أن يؤسس فيها لسياسة تركية إسلامية ودعا إلى إنشاء المجموعة الثمان الكبرى الإسلامية بالرغم هذه الفترة القصيرة لكن بشكل عام عقد التسعينات كان هو عقد فقدان البوصلة عقد عدم الوضوح في السياسة الخارجية التركية الآن مع بداية القرن جاءت هذه المجموعة الشاب إلى السلطة إلى الحكم بعد انتخابات 2002 خريف 2002 ولديها تصور واضح لما ينبغي أن تكون ينبغي عليها الدولة التركية يعني عادت عادت النظر في موقع تركيا في الفترة في الفترة فترة حكم مصطفى كمال عادت النظر في 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 سياسة خارجية تركية في فترة الحرب الباردة وقدمت تصورا جديدا لما ينبغي أن تكون علي السياسة الخارجية التركية طيب أنا قبل أن أتوجه للأستاذ هاشم أشبيب وربما أسألك يعني عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية في تهميش الدور التركي سيما في العراق أنا أشرك عبر الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي حسن محلي مرحبا بك حسن يعني بداية برأيك كيف ستؤثر التوجهات السياسية التركية الجديدة سلبا أو إيجابا على علاقة تركيا مع الغرب والولايات المتحدة خصوصا أولا للتصحيح فقط حسن محلي وليس حسن محلي شكرا للتصحيح ثانيا ربا للسؤال أنا أعتقد إن كان هناك تأثير هذه مشكلة الغرب كان سلبا بدون شك إذا كان الغرب أوروبا وأمريكا ينظران إلى سياسات وتوجهات تركيا الجديدة الخاصة بالعالم العربي والإسلامي كتطور سلبي هذه مشكلة الغرب لأن تركيا من خلال سياساتها الانفتاح على العالم العربي والإسلامي لا تقصد استيدافة المصالح الأوروبية والغربية بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن تركيا تريد أن تقول للغرب كفى التدخل بشؤون المنطقة لأن الدول المنطقة وشعوبها ومؤسساتها تريد أن تحل مشاكلها من خلال العلاقات المباشرة فيما بينها على سبيل المثال تركيا من خلال علاقاتها مع سوريا والعراق وإيران تريد أن تحل مشكلة العراق تريد أن تقول لشعوب هذه المنطقة من العرب والترك والفرس والأكراد النوحان الأوان لأن حل مشاكلنا بعضنا بالبعض فإذا كان الغرب يرى في هذه السياسة خطرا على سياساته التقليدية في المنطقة فهذه مشكلة الغرب وكما قال الرئيس عبد الله قول وكذلك أسد حسني أسد حسني تركيا كيف استطاعت أن توفق وتجمع بين قوى ليست فقط متنافرة بين قوى على عدائية بينهما سوريا وإسرائيل السلطة الفلسطينية وإسرائيل وغيرها كيف استطاعت أن توفق وتجمع بين هذه القوى المتنافرة لأن تركيا أثبتت للجميع بأنه ليس لديها أي أجندة خاصة في المنطقة ثانيا تركيا أثبتت للجميع بأنه ليس لديها حسابات خاصة في المنطقة تركيا أثبتت للجميع بأن أي علاقة مع أي دولة أو أي طرف في المنطقة لا يستهدف أي دولة أخرى أو دول أخرى في المنطقة على سبيل المثال التقارب التركي السوري لا يستهدف إيران على سبيل المثال أو إسرائيل أو أمريكا أو فرنسا أو الغاط والتقارب مع إيران لا يستهدف السنة في المنطقة التقارب مع جميع الأطراف العراقية من السنة والشيعة والأكراد والتركمان وغيره لا يستهدف أي طرف داخل العراق فذلك أنا أعتقد أن هذا الموقف الصحيح من قبل السياسة التركية يبدو أنه كان كافيا لإقناع دول المنطقة بأن تركيا ليست طرفا وأن تركيا على قريق صحيح وأن تركيا بسياساتها الحالية أثبتت للجميع بأن دولة يثق بها ويثق بسياساتها ويعتمد عليها سنرى بكل أحوال مدى نجاح هذه السياسة التركية ابقى معي أستاذ حسني لو سمحت لي أستاذ هاشم السياسة التركية إلى حد ما وصف المراقب بأنها ليس لها أي دور سيمة في العراق وذلك بسبب تدخل الأمريكيين على الخط هل تعتقد بأن الانفتاح وهذه التغيرات الدراماتيكية في السياسة التركية كانت ردا على ذلك أنا يؤسفني ما لم أستطع متابعة الأستاذ حسني في حديثه بسبب صعوبة الصوت بنسبة لي ولكن هذا الموضوع خاصة الموضوع العراق والاحتلال الأمريكي وموقف تركيا والعلاقات العراق التركية السورية الحقيقة أنا في المذكرة الأمريكان في واحد آذار 2003 قلت في فضايات عربية وكتبت في صحف عربية أن تركيا تنتحر لأنني استغربت من موقف تركيا الذي رفضت الدخل السماح للقوات الأمريكية بالرغم من أن القوات الأمريكية كانت قد تمركزت وحدلت مناطق وأجرت مناطق معينة في جنوب شرق تركيا على أساس أن تعب القوات الأمريكية من تركيا إلى العراق ولكن لم نكن نعرف خبايا الأمور التي جرت وخافتناها بعدئذ من المسؤولين الأتراك ومن التصريحات الإعلامية التي صدرت أن الأمريكان كانوا قد اشترطوا على تركيا تحديدا شديدا للعمل داخل العراق وتركيا كانت لها سياسة أوضح من الأمريكا في موضوع العراق تركيا رفضت الاحتلال الأمريكي إلى العراق لأنه كما كل العراقين كانوا يرفضون تغيير النظام من الخارج وكان مفروض تغيير النظام من الداخل وكانت تتشائم من تغيير النظام من الخارج لأنها سيخلق مشاكل كثيرة داخل العراق وهذا ما ثبت فعلا وتركيا لم تتدخل إلا بعد أن فشل الاحتلال الأمريكي في فرض جوده الحقيقي في العراق فبعد هذه السنوات الطويلة لم يستطل الأمريكي ولنظام العراقي الجديد السيطرة التامة على البلد ولذلك فإن تركيا تعتبر الناجحة والفائزة في هذا المجال إذ أنها تدخلت أخيرا وبنت علاقات ممتازة مع الحكومة المركزية العراقية وعقدت عشرات الاتفاقات الاقتصادية مع العراق وكونت علاقات هادئة مع الشمال العراق من خلال الحكومة المركزية في بغداد صد بشير لو انتقلنا إلى محور الصراع العربي الإسرائيلي الآن شهدت الفترة الأخيرة ربما نوع من توتر العلاقات التركية الإسرائيلية كيف يمكن لتركيا أن توفق بين هذا التوتر وكيف سينعكس ذلك على مستقبل المفاوضات سواء كان غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا أولا أعتقد أن إذا استمرت حزب العدالة والتنمية في الحكم بعد الانتخابات القادمة خلال سنتين السياسة التركية لن تتغير تجاه القضية الفلسطينية بمعنى أن ستستمر تركيا في الدفاع عن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وستستمر تركيا في إدانة السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين وتجاه الفلسطينيين على الإسرائيليين ربما أن يتعايشوا مع هذا الوضع كيف؟ يعني بمعنى أنه رد الفعل الإسرائيلي لن يدفع الحكومة التركية إلى تغيير موقفها بالغضب الإسرائيلي التصريحات الإسرائيلية الشجب الإسرائيلي وهذا الذي لاحظنا أنه في الأسبوع الماضي الإسرائيليون أرسلوا أحد الوزراء الذي يشاع بأن له علاقات دافئة مع أركان السياسة التركية أرسلوا إلى أنقرة رغم أنه في الوقت الذي كان هناك حال من الغضب والشجب في داخل الدولة العبرية تجاه السياسة التركية هذا الموقف التركي أنا قد أكون مخطئا في التنبأ بالمستقبل ولكن ما أستشعره أن حكومة العدالة والتنمية تريد التحلل ولكن بشكل تدريجي وغير مش بشكل مفاجئ من مجموع الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات التركية السابقة ولسيما في عقد التسعينات في العلاقة ما بين تركيا وما بين الدول العبرية هل يمكن نظر إلى موقف تركيا من إسرائيل من الفترة السابقة القريبة هو موقف أخلاقي مبدئي أم ردا كما قال بعض المراقبين على تدخل الإسرائيليين في شؤون داخلية تركية تتعلق بحقوق الأقلية تتعلق بالأرمان تتعلق بالترد لا تستطيع إسرائيل أن تدخل في ملفات تركية داخلية وأعتقد أن أغلب الدوائر التركية لا يوجد ذلك دوائر الجيش دوائر العسكرية التي يقال بأن لها علاقات وثيقة بالدول العبرية الدوائر العلمانية التركية هناك شعور قومي تركي عالي الوتير كما هو معروف ربما مقارنة بدول المنطقة الأخرى هو أعلى من المشاعر القومي الجمعي لدى دول المنطقة الأخرى ولا يمكن أن يقبل تقبل دوائر السياسة التركية بغض النظر عن توجهاتها الفكري والأيديولوجية تدخلا إسرائيليا في الشأن التركي لكن هذا أمر غير مطرور هناك موقف تركي مبدئي على ما أعتقد فيما تعلق بهذا الأمر إضافة إلى أن هذا ينسجم مع التوجهات التركية الرسمية لتعزيز العلاقات مع المحيط العربي رغم كل ذلك أستاذ بشير لكن أستاذ هاشم هناك حديث تكلم في الوقت الحالي بأن هناك قوة علاقة ربما بين إسرائيل والأكراد في شمال العراق أدى بشكل أو بآخر إلى أن تشعر تركيا بأنها مستهدفة في ذلك أرجو أن أتدخل بالموضوع بشكل أوسع تفضل أخي العليز أولا لا أعتقد أن المستقبل سيذهب إلى ضعف العلاقات إسرائيل التركية يجب أن نفهم التغيير التركي تركيا دولة شرقا وسطية تركيا دولة حديثة تركيا لها مصالحها الخاصة تركيا لها استقلالية في تحديد مصالحها الخاصة تتحرك في سياستها الخارجية استشارة واستشعارة لمصالحها ولمصالح المنطقة لأنها من المنطقة وليس غريبة عن المنطقة خطأ تركيا السابق هو التدخل العسكري في كل شؤون الحكومة المدنية وكلما قل تدخل العسكري في شؤون الحكومة المدنية كلما أصبحت الحكومة المدنية الحالية أكثر حلية في تصويب سياستها الخارجية واستشعارها هل تراجع هذا الدور العسكري هل تراجع قطعا الآن عندما جاء حزب العدال والتنمية للحكم كان العسكر يسقطون الحكوم ويقومون حكومة وهناك معلومات يترددها الجهات الرسمية وغير رسمية أن أكثر من المحاولة جرت في تركيا منذ استلام عقب العزب العدال منذ أسبوع تم محاكمة ضابط عسكري عدى محاكمة أرغونوكون الذين يعتقلون يوميا جماعة ويتركون جماعة إلا أن هناك معلومات أكيدة أكدها الأمريكان والأتراك أن هناك محاولات قامت من القوات المسلحة لقلب نظام الحكم ولكن الحكم القائم كان صليبا وقويا ومستند إلى اتجاهات جماهرية ودستورية ففشلت راجعوا كثيراً ما كانوا في السابق اسمح لي أما بالنسبة للأكراد والتدخل الإسرائيلي إسرائيل تدخلت كثيراً في الشؤون التركية سابقا وتدخلت بشكل واضح في موضوع القضية الكردية وهناك وزراء أكراد إسرائيليين من أصل الكردي وهكذا تعاون كردي إسرائيلي سري قدير جداً وهناك علاقات الزعامة الكردية مع إسرائيل ليس خافية ولا بظموعة لكن هذا في العراق وليس في سركيا الألاقات الكردية العراقية هذا في العراق إذا تسمح لي أستاذ بشري هذا في تركيا الذي شجع حزب العمال الكردستاني في البداية والذي أعطل الحزب العمال الكردستاني في البداية مقرراً آمناً كان سوريا ولم تكن إسرائيلي ولكن شمال في العراق هذا كلام صحيح فيما تعلق بالموضوع الإسرائيلي الذي نراه في الخمس سنوات الماضية أن هناك تراجعاً تدريجياً في العلاقات التركية الإسرائيلية هذا الأمر لا يمكن تجاهله هذا الأمر قد وقع بالفعل في الخمس سنوات لماذا لا يكون هذا التفسير على أن تحقيق معرفة سراسية لا لا نتنبأ ما هو السبب خلف ذلك قد تختلف التفسيرات ولكن في الخمس سنوات الماضية فهناك تراجع مضطرد ولكن بطيء بطيء وتدريجي في العلاقات التركية الإسرائيلية هل هذا التراجع سيستمر أم أنه ستحتصل هناك محاولة لعادة إحياء العلاقات الخاصة التركية الإسرائيلية أنا أعتقد أن هذا التراجع سيستمر إذا استمر حزب العدال والتنمية في الحكم ليس بمعنى أن تتحول تركيا إلى دولة مواجهة مع إسرائيل ليس بهذا المعنى ليس بمعنى أن تنقطع العلاقات التركية الإسرائيلية وتتحول إلى علاقات خصومة سياسية ولكن بمعنى أن هناك التزامات وضعت على كاهل الدولة التركية لا سيما في عقد التسعينات من قبل الحكومات المتتالية فيما تعلق بعلاقات الإسرائيلية التركية وأعتقد أن هناك توجه في أنقرة في الأعوام القليلة الماضية لمحاولة التحلل من هذه الالتزامات شيئا فشيئا وبشكل بطيء أسف أنا لم تدخل عندما تحدث الأستاذ بشير وسمحت له بالتدخل هناك طرح واضح هناك علاقات إسرائيلية كردية قديمة مع الأكراد في تركيا ومع الأكراد في الإراق نعم وهناك معلومات منشورة ومؤكدة وعلمية عن وجود التدخل أما وضع الحزب العمال الكردستاني في سوريا أي حزب البيكيكي في سوريا نهاية تسعين في الفترة السابقة في البقاء في سوريا وعندما يتعامل اهتماره هناك وعندما كانوا أجلان هناك كانت خطأ سياسي من الجانبين كانت الحكومة التركية تعارض السورية وتتعاون مع إسرائيل والحكومة السورية أيدانة عناداً مع تركيا تدعم حزب العمال الكردستاني حتى وصلت المرحلة إلى أن في أيام دمريل أن هددت تركيا بالدخول العسكري إلى سياح عسكري صحيح ولكن بعد عشر سنوات وبعد الخمس سنوات من الجي حزب العدالة والتنمية والسياسة الحكيمة التي انتهجها حزب السياسة والتنمية منطلقاً من منطلق تركيا وليس إسلامي منطلق تركيا لمصلحة تركيا انطلق لتحسين علاقاته مع سوريا وكان لدي أحمد داودولو وإردوان أثر مهم جداً في تمتين علاقات ومن حالة إعلان الحرب إلى رفع الفيز ما بين الدولتين إذا تسمح لي الآن ما بين تركيا وسوريا علاقات متميزة ونادرة حتى أنه رفع العلاقات الاستماعات ما بين الدولتين هذا دي على نجاح نجاح كبير أما لم نأتي الجانب العراقي تركيا كما قلت تغيرت التغير كان هناك حساسية كبيرة جداً من الأكراد العراقيين ومن الأكراد بشكل عام من تدخل التركي في العراق وعندما كنت مستشار في الحكومة العراقية كان الأكراد في العراق يصرون بشكل مميت على عدم السماح لتركيا بأي تدخل في الشعر العراقي في بداية احتلال الأمريكي ولكن بمرور الزمن وعندما أدرك الأكراد أن العدو أن الصديق القريب خير من الصديق البعيد وأن الأمريكان لن يبقوا طول الدهر في العراق تحست العلاقات وبدأت علاقات جيدة ما بين تركيا وشمال العراق وعن طريق الحكومة المركزة العراقية طيب كلام جميل لكن اسمحوا لي هذا النجاح الذي تتكلم عنه سيد هاشم ربما وكبه تعثر فيما يتعلق بعدم نجاح تركيا في الانضمام بالتحاد الأوروبي معلوم بأن تركيا قد حققت حوالي 26 نقطة من أصل الثلاثين مطلوب منها في سبيل الانضمام بالتحاد الأوروبي إلى هذا المحور اسمح لي أن ننتقل إليه بعد فاصلا قصير مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد فاصلا قصير لا تذهبوا بعيدا الحوار أبعاد لا تنتهي من جديد مرحبا بكم مشاهدي الكرام وذكركم بأننا نناقش في قضايا وآراء لهذا الأسبوع تركيا والصراع على النفوذ في الشرق الأوسط ورحب من جديد بضيوفي الدكتور بشير نافع والأستاذ هاشم مشبيب مرحبا بكم من جديد أستاذ بشير ما معنى أن تنجح تركيا تدريجيا فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط بنفوذها وتحسن علاقتها مع دول الجوار فيما لا تزال علاقتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعثر هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مسألة شائكة الأتراك جادون في محاولة الالتحاق بالوحدة الأوروبية وفي التعديل الوزاري الأخير أصبح هناك وزير مختص بالعلاقات مع أوروبا ومتابعة ملف الدخول تركيا في الوحدة الأوروبية المدهش طبعا والأريد أن تخذ بالتفاصيل أن الأطراف التي تعارض الآن أو تتخوف الموضوع الوحدة الأوروبية هي الأطراف القومية والعلمانية بما في ذلك المؤسسة العسكرية لأن هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تفرض متغيرات على دستورية وقانونية في الوضع التركي الداخلي تمس بمصالح وأدوار ونفوذ هذه الدوائر والمؤسسات والقوى التي اعتادت أن تتحكم في أشياء التركية الداخلي على مرة 80-90 سنة الماضية ولكن المشكلة أعتقد ليست في الجانب التركي المشكلة في الجانب الأوروبي نحن نعرف أن هناك دولتين تقفان بشراسة ضد التحاق التركيا بالاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وألمانيا كما أن هناك دول أقل أهمية تأخذ الموقف نفسه وهو الخطر أو الخوف أو الخشية في داخل هذه الدول الأوروبية والمؤسسات الأوروبية من المسألة التركية أن هناك 70 مليون تركي إذا سمحت للتركيا بالدخول في داخل الأوروبي وهناك 30-35 مليون مسلم في داخل الاتحاد الأوروبي الآن فأنت ستجعل الاتحاد الأوروبي هو اتحاد 20% من سكانه من خمس سكانه سيكون من المسلمين وهذا أمر لا تستطيع أن تتصوره بعض الدوائر الأوروبية وهذا أمر جوهري هذا أمر ليس لا أعتقد أنه ستتغير خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات ربما أستاذ هاشم أن بند ربما احترام الأقليات هو أكثر بند ربما شائك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا انفتحت أيضا تركيا داخليا على الكرد في الفترة القليلة الأخيرة السابقة هل هذا له دخل بتحسين صورتها عند الأوروبيين عزيزي نحن دائما ننظر إلى التغير التركي من منظار غربي أو منظار أوروبي أو ما نقرأ في الصحف التغيرات التركية تغيرات جذرية الاتحاد الأوروبي عندما قدم متغيرات كوبنهاق التي هي الشروط التي دخول الاتحاد الأوروبي حتى لو طبقت تركيا كل هذه الاتفاة هناك بعض الدول الأوروبية كما أشار الأستاذ بشير اللي هي فرنسا وألماني وحتى دول أخرى لا تريد دخول تركيا الاتحاد الأوروبي اعتبار الاتحاد الأوروبي نادي مسيحي الآن تركيا لديها انفتاحات جديدة تغير كل الوضع التركي انفتاح الأكراد، انفتاح الأرمن انفتاح مع سوريا، انفتاح مع العراق انفتاح على العلويين تركيا تتغير داخليا تغير كله وهذا ما يفير قلق الجهات التي تعارض الحكومة القائمة الحكومة القائمة تقوم بإجراءات لتغيير طبيعة المجتمع التركي عندما كان جاء مصطفى كمال وغير وبنت جمهورة تركية اختصر الامبراطورة العثمانية إلى الدولة التركية الصغيرة ودولة قومية وبعد وفاة أتا ترك وجاء خلفاء أتا ترك تعصبوا كثيرا للفكرة القائمة وجعلوا للقومية لمصطفى كمال وجماعته أصنام وأصبحت أفكارهم مقدسة لا تغى ناقش الآن هذه الأصنام بدأت تنتهي وبدأت هذه الخطوط الحمراء التي لا تنتهي بدأت تزال الآن الفتاح الذي فتح الأكراد غير كل شيء بعدما كان الأتراك الأكراد ممنوعين من تكلاب اللغة التركية الكردية الآن هناك تلفزيون كردي وهناك تعليم اللغة الكردية وهناك مشروع لإقامة بركز دراسات اللغة الكردية هذه القضايا تغيرت كذلك بالنسبة لأعلوين بالأرمن كانت هناك علاقات متشددة جدا ما بين أرمينيا وتركيا هذه علاقات زالت وبدأت مصفحة جديدة ستقوم هذا يثير قلق الأوروبيين ويثير تياح الأوروبيين يجب أن نقرأ تركيا كدولة مهمة في المنطقة ترعى مصالحها ولا تتغيقظ مع الآخرين صد بشير دولة قوية ترعى مصالحها العرب الآن تركيا أصبحت تدخل تقريبا في كل شيء في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي الأراضي الفلسطينية العرب الآن هل واجب عليهم محاربة هذا النفوذ أم دعمه الطبيعة ولا السياسة تحب الفراغ عندما يكون هناك فراغ يعني أنت من الأساس عندما يكون هناك فراغ في هناك الأطراف التي لديها القدرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ والواضح في الفترة في السنوات ربما في العقد الأخير أن الدول العربية الرئيسية مثل تركيا أول حاجة العراق نهار وخرج تقريبا كليا من المعادلة السياسية في المنطقة العربية وأصبح ساحة لتلاعب القوى الأخرى وهو أيضا ما زال محتل الدول العربية الرئيسية مثل مصر والسعودية تراجع دورها لسبب أول آخر في الحالة المصرية لأسباب داخلية على كل حال العلاقات بين الدول العربية الرئيسية ليست علاقات صحية فهذا ترك فراغا في المنطقة لا يمكن واحد أن يستغرب أن يرى دولة مثل تركيا تحاول أن تملأ هذا الفراغ ولكن المسألة الأهم في كل هذا الموضوع أن الدور التركي في المنطقة دور إيجابي بمعنى ما تقوم به تركيا في الساحة الفلسطينية ما تقوم به تركيا في الساحة اللبنانية ما تقوم به تركيا في الساحة العراقية على وجه الخصوص كل هذا يقدر من قبل الرأي العام العربي بأنه دور إيجابي ولا ينظر إليه ليس هناك ردود فعل على مستوى الرأي العام العربي ليس هناك ردود فعل سلبية واضحة أتجاه تركيا على مستوى الأنظمة عندما تركيا تدخلت كثير من وضع غزة أظلت الدول العربية بيانا أنها لا تسمح لغير العرب تدخلها لا أكن أقوله على مستوى الدول العربية ينبغى أن نفرق بين الرأي العام العربي والمؤسسة العربية الحاكمة على مستوى المؤسسات العربية الحاكمة هناك ردود فعل سلبية تجاه الدول التركية هناك أحاسيس بالغير هناك أحاسيس بالضعف هناك أحاسيس بعدم القدرة على المنافسة لدى هذه المؤسسة الحاكمة وطبعا هذا قد يؤدي في النهاية يعني مثلا بسيط وواضح في الفترة التي توترت فيها العلاقات المصرية والسعودية من جهة مع سوريا من جهة أخرى وتحسنت فيها العلاقات السورية التركية كان هناك شعور في السعودية وفي مصر بأن تركيا توفر مظلة لسوريا وأن تركيا تساعد سوريا على الخروج من العزلة وهذا أثار بعض الحساسية وبعض انزعات في الرياض وفي القاهرة ولكن لم تكن النواية الكردية في العلاقة مع سوريا لم تكن تتعلق التوتر في العلاقات بين دمشق وبين الرياض وبين القاهرة وإنما كان لها علاقة برؤية سوريا رؤية تركيا الاستراتيجية لدورها في المنطقة من هذه النقطة سيد هاشم هل يمكن تبرير الخشية من النفوذ التركي عند العرب حكومات أنا أقصد في تدخلها ولا لا قطعا الحكومات العربية الآن المشهد الدولي يريك ما لا يأتي مصر والسعودية كانت ممثل حقيقي للسياسة الأمريكية في المنطقة الآن لمشاكل مصر الاقتصادية والمشاكل السياسية ومشاكل خليج الأخرى بدأ هذا الدور ينحسر من الدول تأتي إلى تركيا الآن تركيا تقوم بدور يفوق كل دول عربية فيما يناقش القضايا العربية نفسها والشق لأوسيد أيضا لماذا لا يتم الاستفادة من الدور التركي لخدمة قضايا العرب القومية والوطنية العرب لم يتغيروا العرب ما زالوا يعيشونه في القرن الثامن عشر من حين سؤالي هو تبسط تغيروا أو لا الوضع الرسمي العربي وضع مؤسف في الحقيقة يعني هذا ما أستطيع أن أقوله طيب أخف الشرين يعني هناك مصطلح لكن في هناك أخف الشرين أخف ضررين يعني ينبغي أن لا نرفع أن يكون لك ومعك وتخدم قضاياك أفضل من أن تكون مفهوم يعني إحنا لن نبغي أن نخرج من كل هذه الصورة البالغة السوء في الوضع العربي لا ينبغي فيما يتعلق في العلاقة مع تركيا لا ينبغي أن نغفل مثلا التقدم من هائل في العلاقات السورية التركية في هناك على مستوى الاقتصادي هناك تقدم في العلاقات بين تركيا والجزائر تركيا وليبيا تركيا والأردن تركيا وقطر تركيا والسعودية تركيا وإيران تركيا وإيران يعني ليس فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ليس كل الوضع العربي ليس كل الصورة العربية سوداوية وسلبية وإنما هناك جوانب إيجابية فيما يتعلق بهذه العلاقة سيما على المستوى الاقتصادي سيد هاشم كيف يمكن الاستفادة من التجربة التركية في نجاحها في الجمع بين المتناقضات يعني الدول العربية كيف يمكن أن تستفاد من هذه التجربة في أن تعمل على علاقات وطيدة قوية مع تحل الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبقى سياساتها ثابتة والمبدئية تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية لا أخذ الحقيقة كثرة من المراقبين يرون أن العرب لا يريد أن يحل المشاكل أصلا لأن الكثير من المراقب يرون أن الدول العربية تعيش على المشاكل يعني هو الحل التركي لماذا تفسر التحركات كلها العربية يعني 50 سنة ماذا عملنا القضية الفلسطينية 60 عام صاروا ما الذي عمله العرب القضية الفلسطينية ما الذي عمله العرب لكل مشاكل المنطقة العرب متفارجون يتحدثون يكتبون أشعار يستنكرون يرفضون ولكن لا يعملون تركيا السياسة الجديدة في تركيا لهذه الدولة التي في المنطقة قطة تجربة جديدة عندما فشل القوميين وفشل البعثين وفشل آخر في السياسة ظهرت السياسة التركية لا أسميها إسلامية وإنما الفكر تركي جديد قريبا بإسلام طيب أنا من هذه النقطة من هذه النقطة لو سمحت لي أنتقل بها للأستاذ هاشم أستاذ هاشم يعني أعفوا أستاذ بشير لو سمحت لي لماذا نجح الإسلاميون بطريقتهم الحداثية في تركيا حزب العدالة والتنمية في تركيا وصددوا وحققوا وقاربوا إلى حد ما كبير بينما فشلوا في الأقصد الإسلاميين في عالمنا العربي أولا كما يؤكد أصحابها هذه ليست حكومة إسلامية الحكومة التركية وهذا ليس حزبا إسلاميا حزب العدالة والتنمية وهكذا قادته أكدوا هذا حزب علماني على يمين الوسط في السياسة التركية يقوده تقوده شخصيات ملتزمة بالإسلام على أشخاص كأفراد هم مسلمين متقين ولكن الحزب كأيديولوجيا الحزب كبرنامج ليس حزبا ليس حزبا إسلامي وهذا الأمر لا بد أن يؤخذ بالاعتبار هذه مسألة مسألة أخرى أعتقد نجاح هؤلاء أن هم أستطاعوا أن يشخصوا ما الذي يمكن يعني هم أدركوا أن تركيا تعيش أزمة داخلية على مستوى الهوية منذ ولدية الجمهورية في 1923 وهذه أزمة الهوية التي كانت تعيشها تركيا هذه أثرت تأثير كبير على قوة تركيا على فعالية تركيا وعلى وعلى توجهات تركيا الإقليمية والعالمية جاءوا الشباب هذه المجموعة من الشباب جاءت بهذا الحزب في فترة قصيرة جدا وقدمت أجوبة وقدمت تصورا وقدمت برنامجا لما يمكن أن يوحد الكتلة الأكبر من الأتراك لما يمكن أن تجمع الكتلة الأكبر أو الأكثرية من الأتراك في هذه المرحلة من تاريخ تركيا وهذا هو الذي أعتقد يعني هذا هو السبب خلف نجاحهم هذا هو السبب في أنهم استطاعوا طوال هذه السنوات والعشر سنوات الماضية أن يقاوموا يعني المؤسسة العسكرية العلمانية التي كانت تطيح بالحكومات بمجرد تلفون يعني كانت تطيح بالحكومات بمجرد مقال أحيانا في إحدى الصحف طيب هل يمكن القول أستاذ هاشم بأن يعني حزب العدالة والتنمية أو الإسلاميين بين مزدوجين نجحوا حتى في الجمع بين العلمانية والقيم التي ينتهجونها أنا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية علماني حقيقي حزب العدالة والتنمية التركي علماني حقيقي والعلمانيين هم فاشيون كذب ليسوا علمانيين وذلك أن ما يحققه الإسلام والإسلام علماني الإسلام ليس ديس أفضل أن دائما أقول لأخوان الأتراك عندما ألتقي بالسياسي الأتراك ابتعدوا عن الفكر الإسلامي العربي التقليدي لأننا ماضويون هناك مفكر تركي جديد يمكن أن أستاذ بشير سامق به اسمه خير الدين كارمان مفكر فقيه تركي هذا يقول أن الزواج في المحاكم الرسمية أفضل من الزواج الشخصي هذا كلام صحيح هذا رجل فكر إسلامي فقيه هذا يدعو إلى اقتصاد الحديث الآن إذا نجي نفكر بحياتنا بنفس التفكير السابق بدون تغيير الأئمة الإسلامية لظهروا كل الأئمة المسلمة الماضين طوروا المبدأ نحن الآن نقلص المبدأ بدأ نطوره نرجع إلى الوراء تركيا سبب فرق في هذا أنهم تحرروا من الماضي استفادوا من فوائد الماضي وأضافوا له جديد نحن العرب بدأت دائما أقول لهم ابتعدوا عن الفكل الإسلامي التقليدي العربي لأنه ماضوي سيد بشير هل الإسلاميين في عالمنا العربي هل بسبب القمع هل بسبب أخطاء هل بسبب النهج الذي يتكلم عنه الأستاذ هاشم فشلوا بدقيقة واحدة لو سمحت لي موضوع هذا لا يمكن مناقشته في دقائق ما هي المشكلة التي حدثت في المنطقة العربية فيما تعلق بالعلاق بين الإسلام والدول هذه مسألة بالغة التعقيد وبعدين مرة أخرى ما يمثل الاتجاه الإسلامي السياسي في تركيا ليس العدل والتنمية والذي يمثله حتى هذه اللحظة على الأقل ما أعرف هو أربكان والحزب الفضيلة والمجموعة الملتفة حولهم ولكن حزب العدل والتنمية لا يقدم نفسه لا برنامجا ولا سياسة ولا خطابا باعتباره حزبا إسلاميا سياسيا ربما لا يقدم نفسه من أجل أن لا يحارب ولا لا لا يعني ليست تقية كما يقال ليست تقية كما يقال لا ليست صحيح هؤلاء جدين في هذا الموضوع لماذا هم يعني لماذا هذه لا أقول أنا جدين أستاذ بشير لأنهم يعتقدوا أن التركيا لا تستطيع أن تتحمل أن تتحمل أعباء برنامج إسلامي سياسي في هذه المرحلة هذا هو السبب لا ترى أن التقية المبالغ بها تخلق العبودية والجبن طبعا ممكن تنبالغ بها ما هذه التقية مش كل شيء هنا التقية إذن يعني عشر سنوات لم تظهر منه أي مؤشرات على أنه يكذب على الناس ويخدع الناس ما جرى في تركيا ليس عشر سنوات هاي سبعين سنة ثمانين سنة الماضية خلق الصراع كبير ما بين المحافظة التقليدي وما بين الحديث ولذلك تطور أو هالفكر مو صحيح صحيح فقط سيد بشير هل نجح للحزب الداخل ولا لا إلى حدين كبير نعم نعم إلى حدين كبير يعني للحديث نفس السؤال سيد هاشم ما لشهر أعتقد كبير جدا ومبشر وأعتقد سيكون نموذج جيد للعالم العربي يجب أن يتحارل العربي من هذه القوقع الصغيرة التي يعيش هل مازال يحظى بالأغلبية الشعبية التي أنجحته طبعا هو الاستطاعات الرأي في الشهور الأخيرة تظهر بعض التراجع يعني في وضع الحزب ولكن أعتقد هذا لها علاقة إلى حد كبير بالأزمة الاقتصادية في هناك نسبة بطالة عالية تعاني منها تركيا منذ هناك أيضا مؤشرات على بداية انتعاج بداية خروج تركيا من الأزمة الاقتصادية وأنا أعتقد ما زال بين هنا والانتخابات القادمة ما زال هناك فترة كبيرة وإذا 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 نجح الحزب فيما تعلق بالمبادرة الكردية في وضع نهاية للحرب الدموية بين الدولة التركية وبين حزب العمال الكردستاني فهذا سيضاف يعني إضافة كبيرة إلى رصيد الحزب أعتقد من هم أسباب التراجع لدي هو تطرف بعض الأكراد من حزب الحركة القوية من حزب البيكيكي وحزب المجتمع الديمقراطي الكردي في استغلال موضوع الانفتاح على القضية الكردية والموظاهر التي استفزت للأتراك الآخرين هي التي خلت بعض الرد الفعل وإلا هاي لن تستمر وسيستمر الحزب في تقدمه على ما أعتقد شكرا جزيلا لكم لأستاذ دكتور بشير نافع ما خربط باسمك للمرة والأستاذ هاشم مشبيب على هذا الحديث الممتع معكم كما أشكر ما كان معي عبر الهاتف الأستاذ حسني محلي من دمشق كما أشكركم مشاهدية كرام على حسن متابعتكم نلتقي الأسبوع المقبل في قضايا وآراء الله معك